فَيَا طُوبَ لِمَنْ أَدْرَكَهُ وَكَانَ مِنْ أَنْصَارِهِ هؤلاء هم الذين يحدثنا عنهم إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الأول من الصفحة السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة من كتاب غيبة النعماني نفسه بسنده بسند نعماني عن أبي بصير عن كامل وهذا هو كامل التمار عن كامل عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوباً للغرباء الغرباء هؤلاء هم الذين سيكونون أنصاراً لإمام زماننا لماذا صاروا غرباء؟ لأنهم يعتقدون بالعقيدة التي سيدعو إليها إمام زماننا وتلك العقيدة هي هذه التي في قرآنهم وفي حديثهم فحديث الثقلين يشهد على ذلك ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا العقائد والحقائق التي سيدعو إليها إمام زماننا أصولها وأساسها في الكتاب وحديث العترة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا الغرباء هم هؤلاء تكون عقيدتهم مختلفة عن العقيدة الشائعة من هو الغريب؟ الغريب الذي لا يشبه الأكثر من الناس هذا هو الغريب قارنوا بين منهج قناة القمار وبين سائر القنوات الشيعية قارنوا بين منهج هذا المتحدث الذي يحدثكم الآن ومنهج سائر المتحدثين من الشيعة من المراجع أنفسهم من أبنائهم من أصهارهم من وكلائهم من تلامذتهم من الحوزة النجفية الكربلائية بكل تفاصيلها بكل تفاصيلها وتفاريعها قارنوا بين حديث المتحدث هذا وحديث غيره حديثه حديث الغرباء وهذه القناة قناة الغرباء غريبة غريبة في طرحها غريبة في ذوقها تتبرأ علنا من آلهة الشيعة من المراجع السفلتي في حوزة النجف وكربلاء من هؤلاء الأغبياء هذه القناة هذه الفضائية غريبة وهذا المتحدث غريب لأنه يدعو إلى منهج غريب هذا المنهج يتبرأ من السقيفتين ويبايع البيعتين يتبرأ من سقيفة بني ساعدة ويتبرأ من سقيفة بني طوسي ويبايع بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني هذا المنهج له وجود في الأجواء الشيعية في أي مكان أعند الخطابيين الأنجاس ألا لعنة الله عليهم أم عند القطبيين من أتباع سيد قط وحسن البنة وأمثال هؤلاء النواصب أم عند الطوسيين من أتباع الشافعي أولئك المرجئة أولئك المقصرة أولئك الناصبة أولئك البتريون أتحدث أتحدث عن المرجع الأعلى في النجف الآن وسائر مراجع النجف وكربلا منهج غريب يطرح في هذه الفضائية هذا هو منهج الغربة إنه المنهج الذي يستند إلى القرآن المفسر بتفسيرهم فقط وإلى الحديث المفهم بقواعد تفهيمهم فقط منهج غريب بتمام المعنى عن سائر المناهج البترية المتوفرة لديكم يا أيها الشيعة أنتم لستم شيعة للحجة ابن الحسن أنتم شيعة الطوسي أنتم شيعة السستاني أنتم شيعة مراجع النجف وكربلا هذه الحقيقة من الآخر إمامنا الباقر يقول إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد هذا الأمر الجديد موجود في الكتاب وفي حديث العترة الطاهرة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبتا إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أنا لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي وأنا عراقي أنا عراقي 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 حتى ينقطع النفس وأنا عربي 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 حتى ينقطع النفس لا لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي كي أحدث بحديث عقيدتي إن ني أبقى في البلاد الغريبة في بلاد الغرب وهذا هو دين الغرباء هؤلاء هم الغرباء إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أليس غريبا أخاطب الذين يتابعون حديثي الآن في النجف في كربلاء أو في سائر البقاع الشيعية أليس غريبا أنكم تأخذون دينكم من متحدث يتحدث إليكم من عاصمة الغرب من لندن وما عندكم لا في النجف ولا في كربلاء ولا في الكاظمية من متحدث يتحدث حتى بنسبة واحد بالألف من مستوى الحديث الذي يتحدث به هذا الغريب في بلاد الغربة أليس غريبا هذا فأين حوزتك وأين دينك وأين فطاحلك إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء وفي حديث أخر إنه الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق الحديث السابق عن أبي بصير عن كامل عن إمامنا الباقر الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات على الباقر والصادق الإمام يقول الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء فقلت اشرح لي هذا أصلحك الله فقال مما يستأنف الداعي منا الداعي منا هو القائم صلوات الله عليه هو الحجة بن الحسن فقال مما يستأنف يبدأ بداية جديدة فقال مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله نحن ماذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف هكذا نخاطب الحجة بن الحسن فنقول أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده عملية إحياء لماذا؟ لأن مراجع الشيعة قد أماتوا الكتاب كيف أماتوا؟ حينما نقضوا بيعة الغدير ولم يفسروا الكتاب بتفسير علي وآل علي ألا لعنة على تفسير حوزة النجاث ألا لعنة على منهجهم القذر ألا لعنة على ثقهم وكتبهم واستنباطاتهم القذرة إنهم أماتوا الكتاب أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محي معالم الدين وأهله؟ لماذا؟ لأن مراجع النجف وكربلاء قد أماتوا معالم الدين وحينما أماتوا معالم الدين أماتوا المتدينين أصبحوا كائنات ميتة أصبحوا كائنات متعفنة فالميت سيكون متعفنا أصبحوا كائنات قبيحة رائحة أتحدث عن رائحة الدين فرائحة دينهم قبيحة منفرة تفوح منها رائحة سقيفة بني ساعد تفوح منها رائحة الطوسي الشافعي تفوح منها رائحة نصب الأشاعرة والمعتزلة هذه رائحة دينكم أنتم الذين تقولون إننا شيعة مراجع النجفي وكربلا أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محي معالم الدين وأهله الإمام لا يتحدث عن الأزهر هنا ولا عن الوهابي الدين عنوان خاص بمحمد وآل محمد الدين هو الإمام وفي زمان الغيبة الدين عقيدتنا بالإمام وعقيدتنا نأخذها من الكتاب وحديث العترة وهؤلاء الأغبياء في النجفي وكربلا أماتوا هذه العقيدة حين نقضوا بيعة الغدير وقد خاطبهم إمام زماننا في الرسالة الأولى التي بعثها إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة وهو يحدثهم عن أن أكثرهم قد نقض بيعة الغدير وخانها مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ألا لعنة على منهجه ألا لعنة على حوزته ألا لعنة على مرجعيته ألا لعنة على دينه ألا لعنة على عقيدتهم الناقضة لبيعة الغدير هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات وهذا هو دين الغرباء هذا هو دين الغرباء هذا هو الطرح الغريب فطوبى للغرباء نذهب إلى فاصل وفي المصدر نفسه في غيبة النعماني في الصفحة الخمسين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الأول من الباب الخامس والعشرين بسنده بسنده النعماني عن شيخه الكليني عن زرارة قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه أعرف إمامك إننا أخذنا البرنامج الذهبية من هنا أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ماذا يقول برنامجنا الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك رجاء أعرضوا لنا برنامجنا الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك الصادق هكذا يقول لنا أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر تقدم هذا الأمر أو تأخر الإمام يتحدث عن وقت الظهور الشريف وعن تحقق المشروع المهدوي على أرض الواقع الحديث الثاني أيضا بسنده بسند النعماني عن شيخه الكليني عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فقال يا فضيل أعرف إمامك أعرف إمامك يا فضيل يا فضيل أعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه من قعد تحت لوائه أي أنه من أقرب الناس إليه ومن أنه في لحظة الحرب الحاضرة يا فضيل يا فضيل هذه الكلمات علينا أن نتذكرها دائما لخصتها لكم في البرنامج الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك يا فضيل يا فضيل أعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قائدا في عسكره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه الإمام هنا حين استدرك لم يكن قد استدرك جهلا ولم يكن قد استدرك نسيانا وإنما الناس على مراتب فهناك من يكون قاعدا في عسكر الإمام يكون متواجدا في المكان الذي يتواجد فيه الإمام وهناك من يكون قاعدا تحت لوائه من أقرب الناس إليه وهو في لحظة الجهاد الحاضرة الناس على مراتب هذا الاستدراك لا من نسيان ولا من جهل ولا من اشتباه هذا الاستدراك لبيان منازل ومراتب الناس فهناك من هو قاعد في عسكر الإمام حتى لا يتصور المتصور بأن الجميع هكذا فقال الإمام لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه هناك مراتب ومراتب للذين يعرفون إمام زمانهم كما يريد إمام زمانهم ويموتون قبل ظهوره الشريف يا أيها الشيعة أعرفوا إمامكم أعرفوا إمامكم بعيدا 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 عن جهل مراجعكم مراجعكم جهال جهال أخبياء لا يعرفون إمام زمانهم وسأثبت لكم ذلك سأثبت لكم غباء مراجعكم وغباء حوزتكم سأثبت لكم ذلك من ألسنته من كتبه ستأتينا أهلي خيالي القادمة يا أيها الشيعة أعرفوا إمام زمانكم بعيدا 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 عن جهل مراجعكم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل هذا هو الدين الغريب هذا هو دين الغرباء فطوبى للغرباء الغرباء هم العارفون لإمام زمانه الغرباء هم هؤلاء في الصفحة الثانية والخمسين بعد الثلاثمائة إنه الحديث السابع بسنده بسند النعماني عن حمران ابن أعين هذا أخو زرارة عن حمران ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لحمران أعرف إمامك أعرف إمامك هذه الكلمة ترددت كثيرا على على ألسنة أئمتنا ومن هنا جعلناها أساسا لبرنامجنا الذهبي أعرف أعرف إمامك أعرف إمامك فإذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر فإن الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطات القائم عليه السلام المضمون واضح واضح طوبى للغرباء هؤلاء هم الغرباء نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر